والآن وصل بنا قطار الرحلة في هذه المادة العلمية الطيبة حول أمور الدعوة الإسلامية عند محطة جد مهمة بل إن جميع الوحدات التي قمنا بشرحها وبيانها إنما صيغت للوقوف على هذه الوحدة الوحدة السادسة إنها تتناول المشكلات الدعوية التي تواجه الدعاة في الداخل والخارج ولذلك قمنا بتقسيمها على هذه الدروس الآتية أما الدرس الأول فعنوانه المشكلات الداخلية أو الذاتية للدعوة ويطيب لنا عزيز الطالب أن نقدم شرحه وفق العناصر التالية العنصر الأول مفهوم المشكلات الداخلية أو الذاتية وأيضا بيان أسبابها ودوافعها وكذلك نبين شيئا من الطرق التي تعينك عزيز الطالب اليوم الذي تعد لتكون داعية الغد تعينك على كيفية علاجها أما عن العنصر الأول وهو مفهوم المشكلات الدعوية في الداخل فهي نقصد بها مجموعة الأخطاء والمعوقات التي يقع فيها الدعاة أو يواجهونها في طريق دعوتهم داخلية كانت أو خارجية لكن المقصود بالمشكلات الداخلية هنا ما يواجهه الدعاة من الداخل أولا ثم إن ذلك يضاف إليها وهو المشكلات الخارجية وعندئذ تبدأ المشكلات الخارجية بالمشكلات الداخلية أولا وهذا ما سأنبئك ببيانه فيما يلي المشكلات الداخلية هي المشكلات التي تنبع من واقع الدعاة وفهمهم ومناهجهم وأساليبهم ووسائلهم التي يستعملونها للوصول إلى أهدافهم وليس لغيرهم دخل فيها إذن المشكلات الداخلية تبدأ من الدعاة أنفسهم إذ إنهم ربما يكون حجر عثرة أمام انتشار الإسلام وقبول دعوته في نفوس الناس أيضا أنتقل بك إلى العنصر الثاني وهو إبراز أسباب المشكلات الداخلية للدعوة وهي كثيرة متعددة في مقدمتها خطأ كثير من الدعاة في مفهوم الدعوة الإسلامية وتحولها عند كثير منهم من دعوة ربانية هادية وإرث نبوي شريف إلى تنظيمات حزبية وشكليات فارغة عن مضمونها عندما يبدأ الدعاة بفهم الدعوة على ما يروق لهم وعلى ما يمليه عليهم بعض قادة أو بعض من يعتبرونهم أساسا في الدعوة وينطلقون من خلال تعليماتهم في شكل تنظيمات حزبية عندئذ يفرغون الدعوة عن مفهومها وعن مضمونها أيضا من تلك المشكلات الذاتية تقصير كثير من المسلمين في القيام بواجب الدعوة إلى الله وهذا هو واقع مر أليم حقا كثير من المسلمين يقصرون في نشر دينهم بطريقة فعلية أخاذة أو تشد الناس وتؤثر فيهم بل إن الغرب وأعداء هذا الدين عندما ينظرون إلى واقع الأمة وإلى تقصير المسلمين في أداء دعوتهم عندئذ تكون تلك السبل التي يستعملها الدعاء أو يستعملها المسلمون وسيلة من وسائل وقف انتشار الإسلام من بين تلك الأسباب أيضا قصر بعض الدعاء عندما قصروا وقصرت أفهمهم في مفهوم الدعوة على عنص واحد قصروها أو قصروها في عنص واحد فقط من عناصرها ودعوتهم إلى العمل به وحده وإنكارهم على من يعمل بالعناصر الدعوية الأخرى ما معنى هذا؟ كثير من الدعاة من يقيم نفسه هو القطب الأوحد في دعوته وأنه هو الأصل ومن عداه فرع أو من عداه لا يفهم دينا عندئذ يكون قد قصرت دعوة عليه هو وحده أو على شيخه هو وحده أو على طريقته هو وحده عندئذ يكون بذلك قد حجب طرق الدعوة وحجب مناهجها الربانية عن أن تصل دعوتهم إلى نفوس الناس وقلوبهم وعقولهم ترجمة نانسي قنقر